اقلمون جورني كارباخ إلى الواجهة من جديد وهذه المرة على صورة أعنى في قتال بين الجارتين أرمينيا وأذربيجان منذ عام 2020 وزارة الدفاع الأرمينية أعلنت أن ما لا يقل عن 49 جنديا أرمينيا قتل من جراء اشتباكات جديدة اندلعت بين القوات الأذرية والأرمينية في حين أبلغت أذربيجان عن مقتل خمسين من عسكريها ياريفان تتهم باكو بشن قصف متفعي وهجمات بطائرات مسيرة في أجزاء عدة من أراضيها مؤكدة أن الوضع على الحدود بين البلدين لا يزال متوترا وتصر أرمينيا من دون أي تراجع على أن أذربيجان هي من اعتدت على أرضها ذات السيادة أما باكو في المقابل فتبرر هجومها بالقول إنها كانت ترد على استفزاز واسع النطاق من جانب أرمينيا قائلة إن الأخيرة زرعت ألغاما وأطلقت النار على مواقع عسكرية أذرية صراع تاريخي تخوضه الجارتان منذ عقود حول إقليم ناغورني كارباخ وهو جزء من أذربيجان كان قد خضع لسيطرة القوات الأرمينية منذ انتهاء الحرب الانفصالية هناك عام 1994 إلا أن أذربيجان تمكنت من استعادة أجزاء كبيرة من الإقليم ومحيطه خلال حرب الستة أسابيع عام 2020 والتي انتهت باتفاق سلام أبرم بوساطة روسية راعي اتفاق السلام كان أول من دخل على خط الوساطة والتهدئة فحثت موسكو الجانبين على ضبط النفس والأحجام عن المزيد من التصعيد موقف روسيا قوبل بموقف مماثلا من الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلق عميق جراء الاشتباكات والتوترات على طول الحدود الأرمينية الأذرية ويدعو الجانبين إلى العودة إلى الهدوء وممارسة أقصى درجات ضبط النفس الولايات المتحدة من جهتها ذعت إلى خفض التوتر لا حل عسكري لهذا الخلاف وندعو الحكومتين إلى ضبط النفس وفتح محادثات مباشرة لحل هذه الأزمة نحو مئة جندي قتل في أقل من 24 ساعة على طول الحدود الأرمينية الأذرية من دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار علما أن الجهود الدبلوماسية انطلقت بوتيرة سريعة على مختلف المستويات بهدف رأب الصدع خوفا من اندلاع أعمال عدائية على نطاق أوسع وأشرس بين الخصمين القديمين ترجمة نانسي قنقر